الحقيقة كلمة فيها مجموعة من العنوين شديدة الأهمية ماهيش كلمة ترحيب تقليدية ولا اعتزاز بشراكة تقليدية ولكن نقطة مهمة جدا حلخصة في الآتي أن العلاقة بين الأهل وشركاء النجاح اللي جزء منهم الرعاة هي علاقة الداعم وعلاقة تبادل المصالح المتكفأة بين كيانات كبيرة فالأهل بيدعم شركاء النجاح من خلال حفاظ على موقعه ورياته وتفوقه وبطولاته وتنمية حجم جماهيره وتقديم النموذج الذي يفخر به المصري والأهلاوي داخل وخارج مصر ووصولا إلى الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها النادي الآهل دي نقطة مهمة جدا 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 النقطة الثانية أنه يستعرض كيف وصل الأهل إلى هذه المكانة وكيف أحفظ عليها ذكر حاجة مهمة جدا 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 تداول اسلوب العمل المؤسسي وما تعلمه هذا الجيل من اللي قبله واللي قبله من اللي قبله وهكذا إذن تداول الصلاحيات تداول السوابت والتقاليد والعمل المؤسسي بين الأجيال ده مهم جدا وكل جيل مسئوليته أنه يخلق جيل وراه ويدي له هذه الثقافة اللي يقدر يطبق لذلك ما زلت أقول وأكرر دائما حفظه على الأهل كما وجدتموه مش كما وجدتموه لا أتحدث عن النتائج ولا أتحدث عن الجمود ولكن أتحدث عن السوابت التي تؤدي إلى مزيد من النجاح مزيد من التطوير لأن الكابتل الخطيب قال وأنا أفعل هذا هناك رهان حلال تور رهان حلال آه رهان حلال ورابح دائما وهو الرهان على تماسك وتلاحم الجماهير مع دارته لتحقيق أهدافه وقال مش مسألة أني بتدعمني وأنا كسبان لا ده أنت بتدعمني في كل سياساتي بتدعمني في قراراتي بتدعمني في كل أوضاعي لأن التجربة بتقول كده أن النادي الأهل يعمل جاهدا ويعد دائما بإسعاد جماهير بالحفاظ على أسباب الرياضة والتطور والاحتفاظ بالقمة من خلال العمل الدقوب المخلص المتوالي المتفاني كل الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا ولكن ما يتحقق من إراداته دي واحدة من أهم النقاط اللي عادة توقف أمامه أنه مهما تحقق من إرادات هي لن تفي بأهداف النادي الأهلي لأن أهداف النادي الأهلي تتلخص في الجملة تطوير يعني تاريخ مبادئ تطوير تطوير إذن أهدافي بتتطور وتتسع مهما دخل إرادات بتتعازم أهدافي وبتنمو على حجم ما يتحقق من الميزانيات لأن مجموعة إنك ترعى 19 لعبة رجال وسيدات ونشئين ونشئات وتمد المنتخبات القومية من 40 إلى 50% من قومها وتستمر على تفوقك ومحاولة الاحتفاظ بالقمة دائما والتطوير دي عملية مكلفة ومرهقة وفيها شقين شق فني وشق مادي ولا يتحقق الشق الفني إلا إذا كان وراه شق مادي يدعمه ولكن الشق الفني صعوبته إنك أنت توجد الأشخاص المناسبين في العمل الفني اللي يقدر يطور كل الفرق أنا بأخذ من كلمته الأخيرة استمرار الجهد والإخلاص والوعب بالعمل الدقوب المخلص حفاظا على التفوق وعلى سعادة جماهرنا دي قراءة مهمة جدا في كلمة الكابتن محمود الخطيب والحياة الكلمة فيها زي ما المهند سعاد الأشار معاني كتيرة جدا ورسائل كمان كتيرة أولا هي كاشفة كمان لحالة التناغم وحالة التشارك وحالة الحفاظ على المبدأ وإنت بتنجح التناغم من قبل النادي الآل في عمله مع توجهات الدولة الداعية والراغبة في المزيد من العمل مزيد من الجهد مزيد من الانتاج مزيد من التطوير من كان حريص على شكرها وحرص كابتن الخطيب على توجيه الشكر لقيادات الدولة برئاسة فقابة الرئيسة عبد فتاح السيسي على كل ما تقدمه قيادات الدولة وأجهزتها من دعم للنادي فأنت عندك مبدئيا حرص على هذا التناغم مع الأهداف العامة عندك حرص على التشارك مع جمهورك اللي كابتن في كل مناسبة كابتن خطيب يقول لك الجمهور الشريك الرئيسي أنا عندي شركاء في العمل عندي رعاة في العمل عندي أعضاء موجودين لكن عندي حرصة حقيقة على الشريك الدائم والدعم للنادي وهو جمهوره وبيصفوا أن دي حالة الرهان الدائم أنه الأهل باستمرار بيراهن على وعي الجمهور في كل الظروف والمناسبات كان الرهان الدائم على وعي الجمهور وإدراكه لأهمية كل مرحلة وطبيعتها الإشارة لفكرة أن أنا وأنا بحق هذه النجاحات في الرعاية بحرص على الحفاظ على سوابة النادي وتقاليده واحد يقول لي إيه علاقة سوابة النادي وتقاليده في الرعاية أقول لك آه وإنت بتختار طبيعة الراعي اللي أنت بتتشارك معه وإنت بتختار طبيعة العلاقة التشاركية مع الراعي النشاط بتاع الراعي سمعة الراعي قيمة الراعي النشاط وطبيعته دي كلها محددات مهمة جداً بتخليك بتتشارك دايماً وبتدخل في عقود رعاية مع كيانات لها اسمها الدكتور سعد لسه أشار أنه بين شركاء الآلي في تقريباً أربعة من الخمسة حتى الآن أصحاب علامات تجارية دولية عالمية فأنت بتختار اختيارات ذات قيمة ده اللي بيرفع من حجم القيمة نفسها بتاع الرعاية للنادي